وينكتب عن المرأة وهو يحيشوا عن المجتمع الشرقي الذكوري وهو يحاولوا أن ينصفون النساء من خلال أزدراء الرجال لكن الحقيقة اللي غابت عن الكل هي أنه شلون المجتمع ممكن أن يكون مذكر أو مؤنث من يتخيل أن أسطورة المجتمع الذكوري ممكن تتبخر وتصير بخبر كان ومن يصدق أنه ممكن يكون البرلمان العراقي المقبل برلمان بنات حواء بامتياز وساعتها الرجال العراقيين يشوفون لهم شارة جزيرة بالمحيط الهادي أو كوكب ما تندل المرأة أو حتى ممكن يرجعون لعصر المغارات وهذه الفكرة مبعيدة لأن أكثر من 12 مليون ناخبة بالعراق يحق لهم التسويت بالانتخابات يعني 12 مليون صوت ممكن أن تتمس معالم الذكورية وحدودها بالمجتمع الشرقي وتخليها خبر كان مثل ما يقولون يعني 12 مليون صوت للمرشحات اليوم ممكن يقلب الخارطة السياسية بالعراق وتصير رئاسة البرلمان للنساء ورئاسة الجمهورية للنساء ورئاسة الوزراء للنساء وظلون رجال بس يعرضون وماكوا فائدة لكن ليش ما جاء يصير هذا الموضوع وليش اللوم دائما يوقع على أولاد آدم ويحملونهم المسؤولية وهم يدرون أنه نحن نعيش بمجتمع أغلبيته من النساء الذكور اي نعم النساء الذكور ايش لون ممكن نخلي المرأة تكون متمكنة وشنو أساسيات هذا التمكين ومن شوكت صار تمكين المرأة مسألة سياسية ودولية وليش مجلس الأمن يتدخل بهذا الموضوع اهوية اليشات لكن ما حد يقدر يقدم إجابة وحدة عن هذا الموضوع هل المشكلة بتجندر لو بالوعي اللي يحملت جندر ايش لون راح نقدر نقنع النساء الذكور على موضوع تمكين المرأة وهل تمكين المرأة مشروع وعي ام مشروع عمل ترجمة نانسي قنقر